موسيقى 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 برحب فيكم باسم ربنا يسوع المسيح موضوع حلقتنا اليوم موضوع في غاية الأهمية موضوع بعنوان لست أستحي بإنجيل المسيح وطبعا هذه آية مأخودة من رسالة بولوس الرسول إلى كنيسة روميا الإصحاح الأول ورح أتكلم عن هذه الآية بعد قليل في زمن أنه الناس والعالم لا يستحي بالخطية بل يفتخر بالشر ويفتخر بالخطية ويفتخر بالظلمة ويفتخر بالابتعاد عن الله فهل يوجد ما يحرج أو يخجل في شخصية يسوع المسيح أو في إنجيل يسوع المسيح؟ بالطبع أكيد إجابتك صح أنه استحالي مستحيل لأنه إحنا بنتكلم عن المسيح الكامل المسيح بلا خطية بنتكلم عن كلمة الله أيضا الحية الفعالة التي تغير نفوس الناس أنا أدعوك حتى تشاهد هذه الحلقة رح نعالج عدة أمور الشيء الأول لماذا لا يستحي بولوس الرسول بولوس ويمكن لأول وهلي لست أستحي يمكن يعني بتيجي شوكيك بتيجي صادمة للإنسان بعدين ما هو الإنجيل الذي يتكلم عنه الرسول بولوس إيه هو الموضوع؟ موضوع هذا الإنجيل ثم حقيقة كما يتهموننا هل هو إنجيل واحد أم أكثر من إنجيل؟ وبنعمة الرب رح نرد على كل هذه التساؤلات ابقوا معي أنا بشجعك أنك تتواصل معنا إما عن طريق الهاتف أو السوشيل ميديا ربنا يباركك وسأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلاً أعزائنا أعزائنا ومشاهدينا في كل مكان قبل ما أبتدي بالقراءة من رسالة بولوس لكنيسة روميا في البداية أحب أن أقول شيء مهم جدا أنه خدمة نور لجميع الأمم هي خدمة وهاي الخدمة عبارة عن خدمات عديدة منها الكراز بالإنجيل أو الحملات الكرازية منها التعليم تعليم كلمة الله والمتابعة والتلمذة وأيضاً طبعاً تدريب القيادة وزرع كنائس جديدة في أماكن عديدة من مناطق المشاهدين ولكن أيضاً أحب أن أشجع كل المشاهدين واحدة من الأشياء المهمة في خدمة نور لجميع الأمم أو برنامج ليك النور هو موضوع الصلاة فكتير مرات يمكن تشاهد على الشاشة هيك زي كتابي أسماء طلبات صلاة وعلى فكرة كل شهر بيصلنا العديد المئات المئات من طلبات الصلاة وبيصلنا أيضاً أجوبة الطلبات على هذه الصلوات من تسبيح وشكر وعرفان للرب الذي يستجيب الصلاة فأنا بحب أشجع كل مشاهد إذا عندك أي احتياج للصلاة تأكد أنه في فريق كامل بيرفعوك بالصلاة بشكل مستمر فما تتردد وما تخاف أنك ترسل بطلبات الصلاة وبالنسبة لرب ما في شيء كبير أو صغير على الرب فهو الإله الحي القادر على كل شيء هو الذي قال أطلبوا تجدوا وهو الذي قال أطلبوا لكي يكون فرحكم كاملاً فإذا موضوع الحديث في هذه الحلقة لست أستحي بإنجيل المسيح واسمحوا لي أقرأ بعض الآيات من رسالة الرسول بولوس إلى كنيسة تقرم يا أنت يمكن شفته على الشاشة الآيات ولكن بحب أكررها مرة تانية في آية 16 لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لليهود أولاً ثم لليوناني لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيا لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم لأن أمور غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولهوته حتى إنهم بلا عذر لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي وبينما هم يزعمون أنهم حكما صاروا جهلا وأبدل مجد الله الذي يفنى بشبه سورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد آمين لذلك أسلمهم الله إلى أهوان الهوان لأن إناثهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعضهم لبعض فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق فإذا أحبائي هذا واحد من الإصحاحات القوية المهمة جدا في كلمة الله لأنه في الإصحاح الثاني يقول لأن ليس عند الله محابا وفي نفس الإصحاح الأول مكتوب أيضا لا يفعلونها فقط بل أيضا يسرون بالذين يعملون يعني مش بس أنه بطلوا يسطحوا بالخطية وبطلوا يخجلوا صاروا يعملوا الخطية بافتخار واعتزاز وكأنه يعني الشيء بيفتخروا فيه لهذا أحبائي كتب الرسول بولوس صادما بهذه الفكرة وهذا أسلوب معروف عن بولوس فيبني الداتا أو المعلومات بطريقتين لأن بولوس درس الفكر والفلسفة اليونانية وأيضا درس الفكر اليهودي فبيحاول يدمج هذا الفكر في بعضه فبيبني الجدل على موضوع صارخ أو صادم حتى يوصل الإنسان للحقيقة المهمة الحقيقة التي يريد أن يوصلها الرسول بولوس فهو يكتب إلى كنيسة موجودة في عاصمة الإمبراطورية الرومانية إلى روما روما المدينة السياسية المدينة الدينية التي تكثر فيها العبادات الوثنية والهياكل والمذابح التي تقدم العبادات الغريبة وعبادات فيها شزوز جنسي وهذه العبادات كانوا بيفتخروا فيها كأنه شيء طبيعي وشيء عادي فبيتكلم عن هذه العدات الرسول بولوس وبيتكلم أنه وصلوا لدرجة أنه الله خلاص يعني أسلمهم بش عاوزين لا يتوبوا ولا عاوزين يرجعوا ولا عاوزين يعني يشوفوا النور النور الإلهي حتى يتغيروا إلى النور ويعيشوا في القداسة اللي الله بطالبها القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب فالرسول بولوس يكتب ويقول إلى هذه الكنيسة وعلى الأرجح يعني هذه الرسالة على الأرجح كتبها في سنة 57 ميلادي إلى كنيسة روميا وكتبها من كورونتوس من بلدة كورونتوس وهذا اندل على شيء بدل أن الأنجيل كانت منتشرة وأن تعاليم المسيح كانت منتشرة وكانوا يسخرون من تعاليم المسيح وكانوا يستهزئون بتلميذ ورسل يسوع المسيح وكانوا يسخرون من عبادتهم من طرق طبعا كيف بيقوموا في هذه العبادة وكيف أن المسيحيون يؤمنون بإله واحد غير عن الآلهة اللي بيتكلم عنها الآلهة الوثنية المسكورة في روميا اللي هن تبنوا طبعا آلهة اليونانيين وعطوها أسماء مختلفة ولكن هي تمثيل أو عبادات شياطين كما يسميها الرسول لا بولوس فلاحظ أسلوب بولوس لم يقل أنا أفتخر بإنجيل المسيح مثلا قال لأني لست أستحي بإنجيل المسيح الذي هو قوة الله للخلاص لكل من يؤمن عاوز يعمل شوك في ذهن المستمع بالطريقة الصلبية حتى يوصل هذا الإنسان إلى التعقل إلى الصحوة إلى الموضوع المهم إلى الرسالة المهمة اللي عاوز يوصلها والرسالة في روميا هي بكل بساطة أما البار فبالإيمان يحيا يعني ماشي مع صدى الصوت أنبياء العهد القديم وبالتحديد نبوة النبي حبقوغ اللي قال أما البار فبالإيمان يحيا فإذا عاوز يتكلم عن الموضوع بيوصل في إصحاح خمسة والآية الأولى يقول فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح فرسالة روميا مع إنجيل يحنى يعتبر رسالة مهمة جدا لأنه بتشوف في هاي الرسالة كل العقائد الأساسية والإيمانات العقائدية بين المسيحيين منها عقيدة الخلاص بكل طبعا محتواها عقيدة التبرير بالإيمان عقيدة التبني عقيدة الاختيار عقيدة التقديس المصالحة وكل هذه الأساسيات الإيمانية ومن إصحاح 12 بيتكلم عن السلوك المسيحي بشكل عملي إنه طالما إنه بيتكلم عن هذه الموضوعات اللهوتية ولكن نحتاج إلى التطبيق العملي حتى نتمم هذه الوصايا وصايا الرسول بولوس التي تتمشى مع وصايا الرب يسوع المسيح فطبعا قبل ما أخوض أكثر في هذا الموضوع خليني أخذ فاصل قصير وإذا عندك أي مداخلة وأي استفسار بحب أسمع منك سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدينا قال الرسول بولوس لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن فلهذا السبب يفتخر ولا يخجل بولوس الرسول من هذا الإنجيل ولكن يمكن المستمع دايما بيسمعنا منقول إنجيل متى إنجيل مرقص إنجيل لوقة إنجيل يحنى وهنا يقول إنجيل المسيح خليني أشرح هذا الموضوع أحبائي لأنه بالنسبة لنا ما فيش أي سوء فهم فالإنجيل هي كلمة كبيرة تطلق على الكتاب المقدس بالتحديد العهد الجديد ألاحظ الكلام في الآية الأولى مكتوب بولوس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لاحظ الكلام لإنجيل الله لإنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة الكتب يعني العهد القديم فإذن يسمى إنجيل الله في آية تسعة مكتوب فإن الله الذي أعبده بروحي بولوس الرسول طمعا يتكلم في إنجيل ابنه يعني إنجيل يسوع المسيح شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم وفي آية ستعش مكتوب يسميه إنجيل المسيح فإذن هذا الإنجيل أحبائي هو إنجيل واحد مش أنا جيل هو إنجيل واحد يقول عنه إنجيل الله إنجيل الله يعني أي مصدره المصدر السماوي المصدر إلهي مصدر الله ثم يقول عنه إنجيل ابن الله يعني إنجيل يسوع المسيح بما معنى أنه هذا الإنجيل أو البشارة تمت بإنجاز يسوع الابن كلمة الله يقول عنه إنجيل المسيح لأن هذا الإنجيل هو ممسوح من الله يعني كل الإنجيل أو موضوعه أو رسالته هو يسوع فالمسيح هو الممسوح من الله كما قال روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين فمسحة المسيح تختلف عن مسحة الأنبياء في العهد القديم أو الملوك أو الكهنة مسحة المسيح مسحة إلهية من فوق كما يقول الرسول بطرس عن المسيح يسوع الذي من ناصرة الجليل كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتصلت عليهم إبليس فإذن هو إنجيل الله مصدر الله هو إنجيل ابن الله أي يسوع المسيح لأنه تم بإنجاز يسوع المسيح ثم إنجيل المسيح لأنه ممسوح من الله يعطيه الشرعية والمصداقية إنه يحق له أن يكون المخلص والخلاص لكل من يؤمن به ثم ألاحظ بنفس رسالة روميا في آخر الإصحاحات يقول إنجيلي يعني كأنه هذا الإنجيل أصبح إنجيل بولوس الرسول أي أن هذا الإنجيل أصبح مقروء مرئي مسموع من الشخص الذي يحمل رسالة هذا الإنجيل ولما تكلم لكنيسة غلاطية بيتكلم عن الإنجيل اللي تسلم من الله مباشرة فهذا الإنجيل أحبائي هو إنجيل الله إنجيل المسيح إنجيل ابن الله إنجيل بولوس الرسول وله أسماء كثيرة من هذه الأسماء أحبائي يسمى إنجيل السلام يسمى بشارة نعمة الله تسمى بشارة الملكوت يسمى إنجيل الخلاص يسمى إنجيل مجد المسيح في كورونتس الثانية إصحاح أربعة وهكذا أحبائي أسماء كثيرة لهذا الإنجيل فنحن نكرز بالإنجيل فإذن طالما ذكرت كلمة الإنجيل كلمة الإنجيل ما هيش كلمة عربية هي كلمة معربة هي مأخوذة من الكلمة اليونانية إفانجيليون تعني الأخبار الصارة تعني الأخبار المفرحة تعرف أنه يعني بتعطينا زي خبر واحد بنادي هو ما أجمل أقدام المبشرين المبشرين بالسلام المبشرين بالخير يعني زي واحد بروح للملك وبيعطيه البشارة الصارة بيعطيه البشارة الفضلة البشارة المفرحة فالإنجيل أحبائي كلمة الله هو الأخبار الصارة هو الأخبار المفرحة فإذن هذا الإنجيل وبالذات بتشوفه في بشارة مرقص وفي محلات كثيرة بيتكلم عن الإنجيل كمتكامل إنجيل الله اللي هو العهد الجديد وبيتكلم من ضمنها البشائر الأربعة اللي هو إنجيل متة إنجيل مرقص إنجيل لوقة وإنجيل يحنى أيضا فإذن هذا الإنجيل أحبائي هو الموضوع الأساسي هو يسوع المسيح فمثلا يقول الكتاب اذهبوا وكرزوا بالإنجيل أو توبوا وآمنوا بالإنجيل الإنجيل هو بيتكلم عن الأخبار المفرحة عن الله الذي يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون فمرة بقول نكرز بالإنجيل مرة أخرى بقول اكرز بالكلمة أو نكرز بالمسيح مصلوبا أو لسنا نكرز بأنفسنا بل نكرز بالمسيح مصلوبا نكرز ببشارة الملكوت في متة 24 نكرز ببشارة نعمة الله أعمال 20 آية 24 الرسول بولوس قال كلامه وكرازته لم يكنا بكلام الحكمة الإنسانية المقنعة بل ببرهان الروح والقوة فهذا الإنجيل مدعوم بقوة الروح القدس مدعوم بجلال وبحضور الله بسلطان الله يعني كلمة الله فعالة حية أمضى من كل سيف ذي حدين هذه الكلمة لا تتبدل لن تتبدل ولن تتغير ولا يستطيع أحد أن يحرفها أو يحورها أو يعني يحاول أن يغير فيها فإنها كلمة الله الحية الموحى بها من خلال الروح القدس فالإنجيل أحبائي هو يطلق على العهد الجديد فإحنا كمسيحيين خلينا أوضح شيء لما بهاجمنا بقوله هو أكم إنجيل عندكم هو أنت عم بالدين نفسك لأنه الشيء الجميل في المسيحية أنه كل شيء مقام على الشهود فإنت محتاج تثبت أين الشهود مثلاً لكتابك ولكن الشيء الجميل في المسيحية في أربع شهود في أربع بشائر ناس يعني كتبت عاشوا مع المسيح وشافوا القيامة وعايشوا وعايشوا الرسل الأولين من أولها يعني مش بعد مئات السنين واحد مثلاً يمكن يكتب شيء مناقض أو معاند أو يرفض فكرة في الإنجيل أين الشهود وأين الشهادة فإذن الشيء الجميل أن الكتاب المقدس يتكلم عن أربع شهود هذا الإنجيل كله ككتاب دونوا أربع أتباع المسيح وعندما دونوا هذا كان بإيحاء من الروح القدس يعني ما لغى الشخص نفسه ولكن الروح استخدم أسلوب وحياة هذا الشخص وهذه البشائر متى مرقص لوقة يحنى هي بكل بساطة تسجل سيرة حياة المسيح في أربع كتب متى مرقص لوقة يحنى وعم بتدون الإنجيل اللي هو بشارة الخلاص المفرحة الأخبار الصارة لأنه إنجيل واحد تعليم واحد حقيقة واحدة ولكن بأسليب متنوعة بإنشائية أو بأدبية مختلفة لأنه الله ما بيلغي عقل الإنسان أو حرية الإنسان ولكن بواحد من الروح القدس استخدم أقلام هؤلاء الكتاب حتى يدونوا إما هو بيكتب شخصياً أو عنده مسجل أو كاتب اللي بيكتب من خلاله فإذا أنا حبائي هذه البشائر الأربعة نقول بشارة بحسب البشير متى أو الإنجيل بحسب البشير متى أو كما دونه البشير متى أو كما دونه مثلاً البشير يحنى فمثلاً متى كتب لليهود ليه كتب لليهود؟ لأنه كان فيه يهود بمارس العبادة في الهيكل والذبائح وعندهم العهود والاشتراع والوصايا والتبني وعن بيستنوا عن بينتظروا المسيح وبالحقيقة لما جاء يسوع المسيح في البداية جاء إلى خراف إسرائيل الضالة ولكن لما صار فيه رفض لرسالة يسوع المسيح قال لي خراف أخر من حظائر أخرى ينبغي أن آتي بتلك أيضاً وتكون رعية واحدة مع راع واحد فإذن المسيح ابتدى لخراف إسرائيل الضالة ولكن كما يقول البشير يحن إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يسير أولاد الله أي المؤمنون باسمه الذين ولدوا من الله ولدوا من الله فمتى مثلاً بيتكلم لليهود لأنه بيظهر من خلال سلسلة النسب يسوع هو الملك ملك إسرائيل يسوع هو ابن داود الموعود به كما وعد بأنبيائه مثل ما شفنا في الآية ثلاثة في روميا واحد ثم أحبائي بيتكلم عن المسيح من نسل داود هو المسيح المخلص إن ليس بأحد غيره الخلاص أما مرقص أحبائي فبيكتب للرومان لأنه العالم القديم كان حوالي 70% من الشعب كله في كل العالم تحت الإمبراطورية الرومانية بين 60% إلى 70% كانوا عبيد فبيكتب لطبقة العديد فبيحاول يظهر شخصية يسوع العبد المتألم النبي والخادم وطبعاً بيتكلم في بشارة مرقص لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين والشيء العجيب أنه كلمة خادم أو خدمة في لغتها الأصلية من دولو أو دولوس تعني عبد أيضاً فالمسيح هو العبد المتألم ولكنه أيضاً ابن الله المتجسد كلمة الله فمرقص بيكتب للرومان أما لوقة فهو يعني دارس الفلسفة اليونانية كان أصله يوناني ثم لوقة كان طبيب كان بيمشي مع رحلات بولوس ولوقة أيضاً يعتبر مؤرخ والمؤرخين اسمعني والمؤرخون يعتمدون على لوقة كمؤرخ ولسيماً سفر أعمال الرسل لما بتدرس رحلات بولوس التبشرية تعتبر الخارطة تعتبر الطرق الرئيسية اللي كان بيستخدمها قديماً الناس فهذا كان توضيح مهم جداً من لوقة حتى يساعدنا اليوم نفهم كيف الناس كانت تتحرك في المدن وكيف كانت تتحرك بالمدن الرئيسية وشو نوع هذه الطرق إلى آخره بتقدر تدرسها عن الطرق الرومانية فلوقعاً بيكتب لليونان بيتكلم عن يسوع ابن الإنسان الفادي أما يحنى بيكتب لكل الأمم لكل العالم بكل بساطة بركز على الكلمة المتجسد في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده مجداً كما لوحيد من الآب مملوءاً نعمةً وحقاً وكما كتب يحنى في رسالة الأولى أظهرت الحياة يعني الحياة أظهرت من خلال رب الحياة من خلال مصدر الحياة يسوع المسيح فلاحظ كل كاتب زي أنا بتكلم لإلك ولكن حقيقة في أربع كاميرات كل شوي في كاميرا بتمشي على روبوت في كاميرا في النص في كاميرا بتخذ من الجنب ومرة تبخذوني من الجنب الآخر ولكن في شخص واحد فالإنجيل هو يسوع المسيح كلمة الله وعندما يصبح المسيح رب ومخلص على الحياة والكيان فأنت تصبح إنجيل مقروء مرئي ومسموع أمام الناس يعني حياتك بتعكس يسوع المسيح فإذن أحبائي الإنجيل هو البشارة المفرحة فإذن في شيء مهم جدا أحبائي بعض الحقائق لازم يعني نعرفها لأن هذا الاتهام بيجي من أصدقائنا وأحبائنا المسلمين بقول لك أربع أنا جيل ومين اللي كتب لا 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 أربع شهود وهذه الشهود بحسب الفكر اليهودي على شاهدين أو ثلاثة فكم بالحري مئات الشهود اللي شاهدوا في هذا الموضوع وعلى فكرة يعني إحنا بالنسبة إلنا كمسيحيين مع إنه اختاروا الوحي اختار الأنجيل أو البشائر اللي بتتكلم عن حياة المسيح ولكن حقيقة في أمور مزهلة مش كلها مكتوبة يعني مثلا يحنى إصحاء عشرين بقول وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب وأما هذه قد كتبت ليه لتؤمنوا أن يسوع المسيح هو ابن الله ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه والبشير لو قال لما بيتكلم عن يسوع بيتكلم ابتدى يشرح للتلاميذ تلميزي عمواس وبعدها ابتدى يشرح للتلاميذ في لوقا 24 وبدأ من موسى يعني من الطورة ومن جميع الأنبياء يشرح لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب يعني تتخيل لو كل هذه الأمور كتبت بوحي من الروح القدس فعدة حقائق لازم ندركها نحن نتشبه بمثال يسوع الأدبي الأخلاقي إحنا مش بنتشبه بيسوع كيف كان شعره زي ما بيقدموه في الأفلام اليوم في هديك الأيام ما بنتشبه بيسوع شو بيلبس ما بنتشبه بيسوع شو بيوكل يعني المسيحين مش عم بيعلموا يقولوا لأنه المسيح أكل خبز وأكل سمك وأكل عسل فالمسيحي لازم يوكل عسل ولازم يوكل سمك ولازم يوكل خبز لا ما في مسيحي في العالم بيعلم على هذا الأمور يعني أنه نتشبه سواء نتشبه أو أسوى أنه نتشبه بهايدي الأمور إحنا فهمين أنه العالم بتغير والتقاليد بتتغير والظروف بتتغير والزمن كله بيتغير الرسالة الأدبية الأخلاقية مثل الوصايا العشر لا تتغير فهي سواء بالقديم بالحديث أو إلى مجل المسيح هي الوصايا تعليم يسوع لا يتغير لكن في عدات يمكن تتغير كان الناس يمكن شعره أطول أو كان في ممارسات معين اليوم لا تستخدم إطلاقا إطلاقا فإذا إحنا مش بنتشبه بالملبس وبالمأكل ووين مشي وبالخطوة الأولى باليمين باليسار شيء إذا صلينا تبطل لا لا في أمور روحية أعمق بكثير في الإيمان المسيحي هذه الحقيقة الأولى الحقيقة التانية أحبائي أنه موضوع الإنجيل لم ينزل على المسيح هو طبعا أنا بجاوب أحباء المسلمين أنه أنزل على المسيح لا 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 معناه كتاب أنزل على أي واحد كتبه أناص الله القديسون مصوقين من الروح القدس ما في عنا شيء أنزله هذا ضد التعليم المسيحي وضد كلمة الله فنحن لا نؤمن أنه الإنجيل أنزل يعني كان موجود في السماء محفوظ في السماء كأنه غير مخلوق وفي زمن معين أنزل على يسوع المسيح ما عنا هذا التعليم فهذه حقيقة مهمة جدا شيء آخر إن هذا الكلام المكتوب بوحي من الروح القدس لم يمليه ملاك على يسوع فالمسيح هو أعظم من نبي المسيح أعظم من كاهن هو سموه ورفعته وتفوقه هو فوق أي شيء أحبائي هو كلمة الله الذي اتخذ جسدا في ملء زمان فهل الكلمة مخلوقة؟ حاشة فإذن إن الكلمة يعني منذ الأزل الله عنده الكلمة هو يسوع منذ الأزل يسوع موجود له وجود ذاته منذ الأزل بعدين شيء آخر لما الله بيرسل الإبن يعني الإعلان النهائي الإعلان الأخير أيعقل إن الله يبعد أي نبي أو أي رسول بعد يسوع المسيح على فكرة أنا أتكلم بكل احترام وبكل محبة عشان لازم تعرفوا وجهة نظر المسيحي مثلا في العبرانيين الإصحاح الأول مكتوب الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه يعني الماضي المطلق خلاص ما فيش إعلان ما فيش موت مات المسيح ما فيش صلب ما فيش إعلان آخر هو الإعلان الكامل الإعلان النهائي كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه بعدين الذي به أيضا عمل العالمين الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع تطهيرا لخطيانا إيش جلس في يمين العظمة صائرا أعظم من الملائكة بمقدار موارثة اسما أفضل منهم فإذن هذا ما يسمى التجسد يعني الناسوت والتواضع ثم الأمجاد الإلهية رجع إلى نفس المكان فنحن ما في عندنا شيء اسمه إنجيل أنزل على المسيح ما في عندنا ملاك بيجي وبيملي الكلام ليسوع فالمسيح هو أعلى من الملائكة زا كيف يعني هو موضوع الإنجيل موضوع الرسالة هو حد ملاك يعني حتى رسول بولوس لما بيكتب لك نيسة غلاطية بولن حتى لو ملاك أجاك ملاك تتخيل ملاك يجي يحكي لك بغير الكلام اللي موجود في الإنجيل فليكن محروم أنا ثيمة يعني ملعون محروم لهالدرجة الرسالة المسيحية مهمة جدا أحبائي فما في ملاك يملي على يسوع المسيح ثم أحبائي المسيح لم يكتب الإنجيل هو في الكتب اللي عاشوا معهم كتبوا عن يسوع المسيح شيء آخر أنه كل بشارة إلها ميزتها إلها لونها إلها جمالها إلها رونقها التناغم والإنسجام كله بيصير بطريقة عجيبة جدا كل واحد عم بيلقى الدوء على جانب من جوانب حياة السيد الرب يسوع المسيح بسموها هارموني أوف ذي جوسبلز يعني هذا هو التناغم والإنسجام طبعا هارمون أوف ذي جوسبلز ابتدى فيها القديس أغسطينوس في تناغم في إنسجام فما وقفش أمام ملاك حتى يعطي الإنجيل يعد يذكر له آية آية تنزل هو له المجد هو رب الملائكة هو رب السماء والأرض هو رب المجد كما مكتوب عنه فإذن كل بشارة إلها ميزتها الخاصة ثم أحبائي كيف أنزل الإنجيل على المسيح ويدعي صديق المسلم أنه محرف سيبا بوسيبل بستحيل كيف يعني كيف هاي المعادلة تزبط كيف ممكن تزبط على فكرة نحن المسيحيون وسمعني كويس ما في شيء عنا اسمه ناسخ ومنسوخ ما في عنا إذا في آية ممكن الله يجيب مثلها أو آية أفضل منها نو 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 معناش هذا الإشي ما في عنا آية بتلغي آية الكتاب كله بسير بتناغم كله مركز على هوية يسوع المسيح على شخصية الرب يسوع المسيح له كل المجد طبعا تمتفق معي أنه الناس يكون منسوخ هذا في القرآن ولكن ليس في الإنجيل فإذا معناش آية بتلغي آية في عنا مثلا عداد في طقوس تقصية يعني كانت تمارس في العهد مثل الدبائح خلاص اليوم الناس ما بتعمل دبائح اليوم في الذبيح الأعظم الكامل اللي هو الرب يسوع المسيح له كل المجد لهذا السبب أحبائي نحن نكرز بالإنجيل نكرز بالكلمة نكرز بالمسيح مصلوبا نكرز ببشارة نعمة الله بالملكوت الحقيقي نكرز بإنجيل السلام بإنجيل الحق بإنجيل النعمة بإنجيل المجد وهكذا كل هذه المستميات هي سيرة حياة يسوع المسيح له كل المجد عزيز المشاهد حين ننادي بالإنجيل اللي هو كلمة الله أربع أمور بتحصل نمرة واحد الرب يخدم نمرة اثنين الخاطئ يرحم نمرة ثلاثة المؤمن يضرم يعني يشتعل بالإيمان بالنور بيشتعل بحرارة الروح القدس ثم إبليس يهزم فهذا ما يفعله الإنجيل لما بتتكلم الرب يخدم الخاطئ يرحم المؤمن يضرم وإبليس يهزم إنها قوة كلمة الله للخلاص لكل من يؤمن إنها قوة الله أحبائي فإذن ما هو هذا الإنجيل اللي إحنا بنتكلم عنه فالإنجيل اللي إحنا بنتكلم عنه يعلن لنا محبة الله الغير محدودة يعلن لنا رحمة الله الممدودة يعلن لنا عن نعمة الله وعطية الله التي لا نستحقها من ناحية أخرى فالإنجيل يظهر خطية الإنسان يظهر بشاعة وفزاعة الخطية ثم الإنجيل يظهر أننا هالكون بدون يسوع المسيح فالإنجيل أيضا يظهر عجز الإنسان بتخليص نفسه فالإنجيل لما بيتكلم عن التبرير بالإيمان إنه الإنسان حاول قدم ذبايح وعطايا وعشور وما خلاش إشي عمله ولكن في نظر الله ناقص فإذا المسيح الكامل اللي أخذ مكانه مكانك هو اللي صنع هذا الخلاص فيظهر محبة الله خطية الإنسان عجز الإنسان بتخليص نفسه ولكن شيء آخر يظهر مبادرة الله لخلاص الإنسان يا لروعة هذا الإنجيل يا لمحبة الله الغير محدودة نعم أحبائي إن هذا الإنجيل هو الأخبار المفرحة إنها الأخبار إنه يسوع جاء ومات وقام حتى يعطينا حياة أبدية فالموضوع الإنجيل أحبائي كما قال في رسالة كورنتس الأولى خمسة عشر أعرفكم بالإنجيل الذي به تخلصون أيضا شو هذا الإنجيل الأخبار المفرحة أن المسيح مات حسب الكتب يعني حسب النبوات وأنه دفن يعني تأكيد لحقيقة موت المسيح بدون أي شبهة ثم قام في اليوم الثالث حسب الكتب وأنه ظهر للرسل والتلاميذ لمدة أربعين يوم ثم صاعد إلى السمام أمام عيون الشهود وهو أرسل الروح القدس هذا هو الإنجيل هاي الأخبار الصارة أنه مش عاوزك تهلك لأنه بحبك عاوزك تنال الحياة الأبدية شو هي رسالة الإنجيل رسالة الإنجيل بكل بساطة هي رسالة حياة وحياة أبدية لعالم هالك رسالة الإنجيل هي رسالة الرجاء لعالم متخبط ويائس إن رسالة الإنجيل هي رسالة حرية لعالم مستعبد ومقيد بقيود العبودية رسالة الإنجيل هي رسالة الشفاء لعالم مريض بالخطية جسدا ونفسا وروحا رسالة الإنجيل هي رسالة النور لعالم مظلم رسالة الإنجيل هي رسالة الشبع لعالم جائع إن رسالة الإنجيل هي رسالة الارتواء لعالم عطش إن رسالة الإنجيل هي رسالة الأخبار الصارة الأخبار المفرحة لعالم يائس وبائس ومشوش متخبط بفوضى إن رسالة الإنجيل هي مصدره الله محورها يسوع المسيح امتدادها لكل من يؤمن على مر العصور والأزمان أي شخص إذا أنت الآن تؤمن برسالة الإنجيل إلك حياة أبدية خليني أخد مكالمة من الأخت نهال أهلا وسهلا أخت نهال أنت معانا على الهوى طيب في عنا مشكلة فإذا خليني أخد فاصل قصير وبرجع بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أعزائنا المشاهدين خليني أخد المكالمة من نهال أهلا وسهلا أخت نهال اتمعانا على الهوى أوكي في ظاهر شيء غلط أوكي الرسول بولوس قال لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن الموضوع هو يسوع المسيح المسيح بيختلف عن كل الأنبياء كل الديانات كل الفلاسفة والحكماء وكل الديانات المنتشرة في العالم تدور أو تتمحور حول تعليم شرائع تقوص فرائد إلى آخره أما المسيحية تتميز ليه لأنها تتمحور حول شخص يسوع المسيح اللي هزم الموت وقام من بين الأموات وهو حي إلى أبد الآبدين وهو قادر أن يخلص إلى التمام وهو قادر أن يحرر وأن يطهر وأن يبرر الإنسان وأن يغفر الخطية لهذا السبب المسيحية بتدور حول شخص يسوع المسيح نتشبه فيه نعلم عنه نحاول نتمثل به في كل شيء ولكن أحبائي بولوس كتب هو أصلا وين ما راح بولوس كان خريج حبوسات تسجن في أورشاليم تسجن في قيصرية سنتين تسجن في فليبي وتسجن في روما في أماكن عديدة وسخروا منه في أثينا الفلاسفة في أورشاليم البلد اللي مات وقام فيها يسوع حاولوا يقتلوا بولوس الرسول في أورشاليم في اليونان بلد الحكم والفلسفة سخروا من بولوس في روما اللي هي رمز القوة اللي بتفتخر بالقوة برضو يعني لم يفهموا الرسالة فعم بيفتخروا بكل بالخطية وبكل أشكالها وبكل أنواعها فالرسول بكل بساطة قال لست أستحي بإنجيل المسيح في مرة قال في غلاطية ستة أربعة عشر وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم صلب مزدوج هو بالنسبة للعالم مات والعالم بالنسبة له مات يعني تصلب فإذن أحباء افتخر بهذا الشيء مرة تانية قال من افتخر فليفتخر بالرب لم يفتخر بنفسه لم يفتخر بحكمته لم يفتخر بقوته لم يفتخر بغناء أو كما قال النبي إرمياء في صحاح تسعة آية تلاتة وعشرين لا يفتخرن الحكيم بحكمته ولا يفتخرن الجبار بجبروته ولا يفتخرن الغني بغناء بل بهذا ليفتخرن المفتخر بأنه يفهم ويعرفني إني أنا الله الصانع رحمة وعدل في الأرض فإذن نفتخر أحباء بالمسيح اللي مات مصلوب ولكنه حي قاموا هزم الموت نفتخر بالمسيح لأنه لا يوجد أي مثيل ليسوع على فكرة عيب أصلا أنه نشبه يسوع في أي شخصية أخرى لهذا السبب قال حاشة ليه بالنسبة لي حاشة أفتخر إلا إلا لست أستحي بإنجيل أنا مش رح أخجل ليه يعني بفتخر بالإنجيل لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن هذا الإنجيل وقوة خلاصه أليس دليل أليس دليل أن الله بحبك الذي يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح الذي قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي المكتوب عنه وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص فبمن تفتخر وبماذا تفتخر أصلا مع الناش أي شيء نفتخر فيه ولكن نفتخر بالرب يسوع ولا نخجل بالإنجيل حتى المسيح أوصى يعني اللي بيتطهدوكو من أجل اسمي ومن أجل الإنجيل تخيل اليوم الناس بتطهد لأن الإنجيل بيقدم البر والتقوى والقداسة والكمال في يسوع فمتطهد ومقاوم أكثر بديش أسميها ديانة أكثر يعني الشيء يقاوم هو المسيحية في كل أنحاء العالم في الغرب أكثر من الشرق لأن الإضطهاد الفكري وأنك تبعد الكتاب المقدس والمسيح والله عن الأفق تبعك فأنت عم بتقاوم يعني أسهل من اللي بهددك في قتل الجسد وبمنعك تنجح في الجامعة وبيزلك وإلى آخره في بلدان أخرى فنحن نفتخر بالمسيح ولا نستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة كلمة قوة بتعني ديناميت في اللغة الأصلية دينامو محرك مولد طاقة وفي نفس الوقت ديناميت يعني متفجر لا توجد قوة تستطيع أن تقف أمام الإنجيل لأن كلمة الله هي سيف الروح لأن كلمة الله هي حية وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس فإذن قوة لا تقهر ولا تتراجع إلى الوراء ولكن للأسف في كتير ناس بتترك وبتبيع يسوع المسيح وبتنكر المسيح بسبب زواج بسبب وظيفة بسبب شغل بسبب ظروف معينة بسبب الخوف بسبب الاضطهاد وهذا النوع هو أفسد نوع في البشري اللي بينكر وببيع يسوع المسيح لهذا السبب نحن نفتخر بالمسيح ولسنا نستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله شوف في الختام أنا عاوز أقول شي إنه هذا الإنجيل فيه قوطين قوة للخلاص وفي نفس الوقت قوة للدينونة إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله فليبي يقبل يسوع المسيح إنها قوة الله للخلاص لكل من يؤمن امتدادها على مر العصور والأزمان فإذن هي قوة الله للخلاص فبهذه القوة المسيح أسكت الشياطين بصليبه جردهم أشهرهم فضحهم أحبائي في هذه القوة التي بينما تفتخر روما بالوثنية الافتخار بالإنجيل غير العالم الروماني وخلاه عالم متحضر شعوب بأكملها تغيرت ثقافتها وحضارتها بقوة هذا الإنجيل إنها قوة الله ديناميتي ديناميكية مولدة متحرقة طاقة قوية جبارة تستطيع أن تغير ولكن لكل شخص بيرفض اسمع ما يقول الكتاب المقدس يحنى 3 آية 18 الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شرر من الأصل كانت شرر من جوه ليه؟ لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة فإذن المسيح لم يقل فقط أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي بل قال أنا هو نور العالم من يتبعني لا يمشي في الظلمة ما في عنا شيء إن صلين أقوله يا رب بهدين الطريق لا يسوع هو الطريق قبولك ليسوع المسيح أنت تهتدي إلى الطريق فإذن لماذا تجازف ولماذا تغامر وهل تخجل بإنجيل يسوع المسيح الذي هو قوة الله للخلاص صدقوني كل المشاهدين المؤمنين إذا كل واحد جاهر بالإنجيل وشهد عن يسوع المسيح العالم بيتغير لأنه ما فيش بديل أصلا ما فيش أي شيء تقدر تبدله بيسوع المسيح بصلي من كل قلبي إنك تتوج المسيح رب ومخلص على حياتك في هذا اليوم حتى يكون إليك حياة أبدية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر